الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون في روسيا للقاء نظيره الروسي فراديمير بوتين زيارة جاءت بعد قمتين جماعته بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب دون أن تحقق نتائج ملموسة وكانت العلاقات بين موسكو وبيونغ يونغ جيدة على مدى عقود فيما تخلى لها بعض التراجع في حقبة انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991 وفي بداية عام 2000 ومع تسلم الرئيس بوتين مقاليد الحكم سعت موسكو لإعادة دورها على الساحة الدولية وأعيدت العلاقات إلى سابق عهدها وكان بوتين هو الرئيس الروسي الأول الذي يزور كوريا الشمالية تأتي زيارة الزعيم الكوري الشمالي إلى روسيا لتمتين العلاقات مع حليف تاريخي وجار حدودي ويبدو أن الحاجة لهذه العلاقات باتت مهمة وفي ألحة أوقاتها عقب نفق التأزم الدبلوماسي بين واشنطن وبيونغ يونغ أما موسكو وبعد قمة هونوي وجدت الفرصة ملائمة لتثبيت دورها كلاعب دولي رئيسي في العالم للدخول بدوره أو بدور الوسيط والدعوة إلى مفاوضات والحوار وأيضا بحسب مراقبين فأن بيونغ يونغ تسعى لتمتين العلاقة مع الجارة الحدودية روسيا من خلال هذه الزيارة ومن خلال سعيها للانفتاح على العالم وتعزيز العلاقات مع دول الجوار ترجمة نانسي قنقر